اشتركوا في القناة وتعطينا ولا نبلغ ثناك ارحم ضعفنا واجمع شملنا واجبر كسرنا ويسر أمرنا وفرج همنا واشرح صدورنا ووسع أرزاقنا واشف مرضانا وارحم موتانا وعافي مبتلانا جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا لأيوم الجمعة اثنين كانون الأول ديسمبر في القمر موجود الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس ما زال موجود في برج الحود وهو الآن في منزلة الرشا وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة أربعة واربعين دقيقة من صباح اليوم الجمعة لهو موعد انتقال القمر لبرج الحمل وأيضا انتقال لأول منزلة لطرف أول منزلة اللي هي منزلة الشرطين اللي موجودة في برج الحمل وهذه المنزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وقص الشعر طبعا القمر من الآن ولغاية ساعات الصباح موجود في برج الحوت عشان هيك بتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع منجح في التركيز على موضوع معين منتذمر منكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم وقسم كبير أيضا من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا وبيذرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بعض الأبراج أو بعض الأشخاص ممكن أنهم يقعوا في حبائل الغرام في هاي الفترة ممتازة على الجميع بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا زاوية اليوم انتهت وفي عنا زاوية حلت مكانها زاوية سلبية هي زاوية تربيع سلبية ما بين الزهرة وبين نبتون وهاي تأثيراتها من اليوم اللي هو 2-12 ولغاية 5-12 طبعا ذروتها يوم 4-12 راح تكون الساعة 7-12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتذكرنا بمشاكل من الماضي بتتعلق بالجوانب العاطفية والجنسية اللي بتعكر صفونا يعني بتذكرنا بماضي أليم أو بذكرى أليمي أو بأشخاص آلمونا أو أدونا في حياتنا إما عاطفيا أو جنسيا وعادة زوايا التربيع هي زوايا خطرة جدا وخصوصا ما بينها تولى الكوكبين اللي هم الزهرة والنبتون لأنه بتزداد في هاي الفترة أو خلال تشكل هاي الزاوية اللي هي حالات التحرش الجنسي واغتصاب الأطفال بتكثر فيها أكثر أما بالنسبة للأمور العاطفية بكثر فيها الوهم والشك والحدث وأيضا الأفكار السودة من ناحية عاطفية اللي بتشك في حبيبها بتشك في زوجها اللي بتشك في حبيبته بالعكس يعني يعني هاي الفترة بتكثر هاي الأمور والظن والأفكار اللي مش منيحها فعشان هيك بتكون تنتبهوا لهاي النقطة بشكل جيد ما تعتمدوا كثير على أفكاركم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الزهرة وبين المريخ يعني هون تعطينا عنف أكثر وهي تأثيرات هاولنا أنه مستمرة لغاية اثنين اثناش يعني الجيد إنها هاي الزاوية والثاني بلتقوا في يوم واحد وبعدين بتنتهي وبتروح وبتنفصل يعني فبصير يعني ضغط أخف شوي هاي الزاوية بتجعل التفاهم مع من حولنا صعب وأكثر المتضررين هم المتزوجون لأنها بتخلق لهم مشاكل عاطفية إلها توابع سلبية فعشان هيك بتكديروا بالكم من المشاكل وردات الفعل العاطفية مع الأحباء أيضا هاي الزاوية بتدل على ازدياد أعمال العنف والعدوان خصوصا ضد النساء وزيادة حوادث الاغتصاب والفضائح الجنسية والخيانات الزوجية وأيضا بيعاني الفنانون والمطربون من عدة صعوبات في تسويق أعمالهم الفنية وهاي فترة غير مناسبة للاستثمارات المالية أو طرح منتوجات جديدة للأسواق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهي تأثيراتها لغاية اليوم برضو 22 هذه زاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور في شتى المجالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين المريخ وبين زحل فهي الزاوية تأثيراتها لغاية يوم 14-12 بتمنحنا وضوحه كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس منفصلة إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهذه تأثيراتها لغاية يوم 16-12 هذه زاوية بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة أو الميل للإعجاب بالذات أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي ذروتها اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين نبتون طبعا هي تأثيراتها لغاية يوم 14 ذروتها اليوم ساعة 1 وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينج بيكون في أو بيتشكل عنا صعوبة في معرفة مشاعر الآخرين وبيكون صعب علينا التعامل معهم وهذا الشيء ممكن ينتج عنه سوء تفاهم أو عدم القدرة على علاج المشاكل العاطفي الناتجة عن ذلك ممكن نرتكب الأخطاء في أحكامنا وهذا الشيء ممكن يعرضنا لخيبات أمل برضو هذه الزاوية لأنه عطارد ونبتون يعني لها تأثير برضو على المستوى الرياضي وإلها علاقة أيضا على الأمور اللي إلها علاقة بالسوائل اللي هي مثل النفط أو البحار أو الأمطار أو الأمور اللي إلها علاقة بتقلبات الجو برضو إلها علاقة ببعض الكذب الصحفي أو اكتشاف كذب بعض الصحفيين أو تقارير الإخبارية أو فضح حقائق بيتلاعب فيها وبرضو أمور إلها علاقة بالقطاع البحري أو تراجع في المبادلات التجارية اللي إلها زي النفط أو الأمور هاي دبذبة بالأسعار برضو نزاعات ما بين الطوائف المذهبية أو الفرق الدينية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي طبعا ذروتها ساعة 224 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وهي آخر زاوية وبعدها في عنا خلو مسار هاي زاوية تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر هاي زاوية بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا ومنحاول أنه نساعدهم قدر الإمكان يعني نقدم نبادر بتقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار رح يبدأ الساعة 244 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ورح يستمر حتى تمام الساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش لا يندقل القمر بعدها لبرج الحمل هذا بيعني أن هاي الفترة اللي مدتها ساعتين وأربع دقائق فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل برضو ذروتها في فترة خلو المسار هي زاوية التزديس الإيجابية لما بين الزهرة وما بين زحل وهاي طبعا حكينا أنه هاي بدأت يوم 3011 رح تستمر لغاية يوم 14 ولكن ذروتها اليوم الساعة 39 دقائق صباحا بتوقيت جرينيش وهي مناسبة لاستقرار بعض العلاقات العاطفية وبرضو بتضمن لك إخلاص محبوبك للساعة 44 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش خلاص القمر بيكون انتقل واستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات الصباح بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية بنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها منفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك ويمكننا أيضا إدخال تعديل على قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا القدمان أصابع القدم الود النخامية الود الصنوبرية الأندروفين والميتالونين اللي هم الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم أما من ساعات الصباح وما بعد يعني طول يوم الجمعة بصير عنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرايين والدم هدولة الأكثر حساسية خلال النهار بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا وهو ممتاز جدا للعمليات الصغرى اللي هي زي عمليات التجميل وخصوصا في ساعات النهار التجميل مثل الحقن والجراحة الأمور هاي ممتاز جدا لكن هذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الحمل من ساعات الصباح معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الأحد أربعة اتناعش بيبدأ في تمام الساعة خمسة وستة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وسبعة وثلاثين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج ليستقر القمر بعدها في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره تسع أيام في تمام الساعة 11 وثلاثة واربعين دقيقة ظهرا بصير عشر أيام نسبة الإضاءاء اليوم بتكون في ساعات المساء بتصل لاثنين وسبعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم واحد وعشرين اتناش هي الآن سعيدة بنسبة ثلاثين في المية بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بتصير منتحسة بنسبة عشرة في المية في ساعات الصباح بترجع سعيدة بنسبة خمستاش في المية القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل زي ما حكينا في ساعات الصباح ورح يمكت في الحمل حتى يوم أربع اتناش هو الآن منتحس بنسبة أربعين في المية بعد منتصف ليلة الخميس على الجمعة بصير منتحس بنسبة عشرة في المية في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة خمستاش في المية ساعات الصباح يعني تقريبا فترة الضحى بصير سعيد بنسبة ستين في المية في ساعات المساء بترجع نسبة السعودة لـ 15% عطارد في القوس حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% الزهرة في القوس حتى يوم 10-12 هي الآن منتحسة بنسبة 25% ولكن في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوسة لـ 50% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% والمشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن موعد بث الحلقة اللي هو مساء يوم الخميس ولغاية صباح يوم الجمعة بيظل تعبم سيطر عليكم تشعروا بالوهن طاقتكم منخفضة سهل استفزازكم عصبيتكم في حديتها بنصح بعدم اتخاذ أي قرار حاسم أو عدم التسرع باتخاذ قرارات بهذه الفترة من ساعات الصباح طبعا بتبدأوا فترة أفضل بتعيدلكم نشاطكم المفقود لأن القمر خلاص بيصير موجود عندكم ولكن بظل مزاجكم في بعض التقلبات فيحاولوا إن كل يوم تستغلوا لأنه من ساعات الصباح الإيجابية بتصير قوية والطاقة بتصير ممتازة جدا حتى أنه بتكونوا ملفتين للانتباه بالنسبة للجنس الآخر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الصباح بظل في نشاط ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف واللقاءات أو اجتماعات أو مناسبات الأجواء بتظل فيها نوع من أنواع المتعة فيها جو لطيف رغم أنه في بعض الضغوطات اللي بواجهها موليد برج الثور لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك حاولوا إنكم ما تفرضوا سلطتكم على الأصدقاء ويبعدوا عن المشاكل قدر الإمكان في ساعات الصباح القمر بوصل بيت المتاعب عندكم لورج الحمل فعشان هيك من ساعات الصباح ولغاية يوم 4-2 تدخلوا فترة غير مريحة تلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا إنكم بالفترة القادمة يعني خلال هذا اليوم والأيام القادمة انكم تحاذروا من الدخول في مناقشات أو جدالات مع الأصدقاء أو الأحبة لأنها ممكن تتطور للأسوأ وبتعدوا عن اتخاذ أي قرارات حاسمة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعاً بتكونوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل الأجواء جيدة ولكن بتكونوا تحافظوا على سمعتكم بدون مجازفات أو مغامرات من الآن ولغاية ساعات الصباح حاولوا برضو تخلوا علاقاتكم جيدة مع المسؤولون في ساعات الصباح الأجواء بتصير أفضل بتنشطوا اجتماعياً وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لهم أو بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو أحد المعارف اللي ممكن يكونوا واسطة أو يدعمكم في أمر في خلال يوم الجمعة ممكن يتوجهلكوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعدوا من لقاء بعض الأصدقاء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً الأجواء ما زالت جيدة ودعمل لكم على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والنشاط ولكن اللي عنده امتحان أو عنده مقابلة وخصوصاً في ساعات الصباح بده ينتبه ما يعتمد على الحظ نهائياً أما من الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعات الصباح الأجواء فيها نوع من يعني ما قبل خلوق المسار فيها نوع من أنواع الإيجابية وهي بتساعدكم في اتصالاتكم وامتحاناتكم أما من ساعات الصباح فهنا بصير القمر موجود في بيت السمعة فهنا بتكون تحافظوا على هدوءكم ما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهم شيء أنك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك بتصير فترة جيدة لتقديم الطلبات أو لعمل جديد برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا ما زالت الأمور المالية المشتركة هي اللي بتشغل فكركم والأموال وترتيب الدفعات الحسابات القروض والديون أموال الزوج الزوجة تصليحات وترميمات منزلية تفحص حساب مشترك أهم شيء أنكم تنعو عن أي خطوة مالية جديدة بهاي الفترة بتنعو عن كفالة أي شخص من ساعات الصباح الأجواء تصير أفضل وأفضل أنه القمر بيصير في البيت التاسع فبتنشطوا في الاتصالات والسفر اللي بعيد وبتنجحوا في المحافظة على مصالحكم الاجتماعية حاولوا أنكم تنتبهوا أثناء السفر تفقدوا كل أوراقكم وأمتعدكم يعني وما تتسرعوا أثناء القيادة والتنقلات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر ما زال موجود مقابلكم تماما في برج الحوت لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بيظل اهتمامكم كله حول تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو في العاطفة فترة جيدة للتحاور والنقاش ولكنها ضاغطة طاقتكم ضعيفة حاولوا أنه تلتزموا الصمت والصبر في هذه الفترة وعدم الرد الجارح أو اللاذع أو الانتقادات من ساعات الصباح القمر رح ينتقل للبيت الثامن فهنا بتنهمكم في عادة تنظيم أموركم المالية المشتركة احذروا من النزاعات مع الشريك وخصوصا مع شريك العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل هي صحيح التركيز كله رح يكون على الأمور المالية ولكن برضو بيكونوا ينتبهوا من هاي التحذيرات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا القمر الآن بدأ يتجه بالمقابلة لإلكم فعشان هيك طاقتكم نزلت ممكن أن يتراكم عندكم بعض الأعمال أو تعملوا لساعات إضافية أو يكون عندكم أكثر من التزام في أكثر من اتجاه فبدكوا تواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وما تبادروا لعمل جديد وتنتبهوا للتقلبات الصحية أما من ساعات الصباح فهنا القمر بصير مقابلكم تماما في الحمل فترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقاتكم مع شركاء العمل والعطفة ولكن هنا بدكوا تنتبهوا لأنك طاقتكم ضعيفة هذا الشيء اللي بسبب لكم نوع من أنواع الإرباك انتبهوا أثناء حركتكم وقيادتكم للسيارة والتنقلات وأيضا انتبهوا من الالتهابات على أنواعها برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر ما زال موجود في البيت الخامس لغاية ساعات الصباح فبالظل العاطفي قوي لديكم وبميل وأحبائكم للتجاوب معكم الأجواء جيدة على المستوى العاطفي وتقرب من الأحبة أو حتى أمور لها علاقة بالهوايات الأجواء جيدة ودعم لإلكم ولكن كل ما اقتربنا لساعات الصباح بدك تنتبه على صحتك أكثر ممكن شوي بعض العمل يتراكم عندك أو يكون عندك أعمال شوي بحاجة للاهتمام أكثر خلال الأيام القادمة وبرضو بيغلب عليك طابع العنف العصبي وخاصة مع الحبيب أو الأولاد فعشان هيك عليك الحذر من ردك فعلك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز كله له علاقة بالبيت والعائلة فعشان هيك بدك تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم أو على أي خلاف عائلة تدخلوا في نقاش وحوار وتتفاقم الأمور وما تقدروا تسيطروا على الوضع فعشان هيك تعاملوا بمرونة وليونة دون أي مشاكل حاول أنك تكون عقلاني أكثر منكم ممكن ينشغل في مناسبة عائلية أو بعض المواضيع اللي لها علاقة بالعائلة والأقارب أما من ساعات الصباح فالأجواء بتصير منتازة جدا فبتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم من أحبائكم ولكن حاول أنك تبعد عن أي خلافات منزلية أو مع أحد أفراد العائلة لأنه مزاجك حاد رغم أن الأجواء جيدة إلا أنه عاطفيا فيها بعض التقلب برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا النشاط حالي جدا عندكم بالحركة والاتصالات والنقاشات والحوارات وحتى الامتحانات ولكن في ساعة الصباح اللي عنده امتحان بده يركز بشكل جيد واللي بيعتمده على التنقلات بالسيارات بدهم ينتبهوا بالفترة هاي لأنه ممكن يصير بعض المخالفات أو الحوادث يعني اللي بتكون عابرة فبتكون تنتبهوا من هاي النقطة وأثناء حركتكم يعني من إصابة فركشة رجل شغلي زي هيك انتبهوا أثناء حركتكم بشكل كبير أما من ساعات الصباح وانا التركيز كله رح يكون على البيت وعلى العائلة فبتفضلوا الأجوال البيتية والعائلية شوي مزاجكو بكون حد يعني لدرجة بسيطة ايك اضبطوا أعصابكم قدر الإمكان الأجواء جيدة عن مستوى البيت والعائلة ممكن يكون في مناسبة أو جمعة مثلا أو تصليحات ترميمات اهتمام بالبيت أكثر هاي الفترة ممتازة عن مستوى الحائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح التركيز كله على الأمور المالية بتفتح لكم يعني فرص لمكاسب بتيجي من عمل إضافي مستردات هباد دعم ولكن بتكون تتجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وخصوصا ساعات الصباح وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو المبالغة بالمصاريف وخففوا من النفقات قدر الإمكان أما من ساعات الصباح فهونا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات خلال هذا اليوم ومن المحتمل أنه يكون في رحلة أو اتصالات بكثرة عندكم أو الاهتمام بالسيارات أو الاهتمام بالأجهزة الإلكترونية ممكن يعاني البعض من بعض المشاكل اللي إلها علاقة هيك مع الإخوة مع الجران سوء تفاهم نقاش حاد فعشان هيك ابعد عن المشاكل والعصبية قدر الإمكان برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا المشاط عالي جدا الحيوية ممتازة بلشت تستعيد ثقتك بنفسك أكثر عندك طموحات عندك رغبات الفترة ممتازة جدا لا تبادر في كثير من هاي الأمور ولكن في ساعة الصباح حاول أنك تضبط أعصابك لأنه ممكن تنفعل أو حد يستفزك بموضوع معين ضبط الأعصاب مطلوب بشكل كبير أما من ساعات الصباح الأجواء هنا بتصير تركيزة على الأمور المالية أكثر فبتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم وممكن تهتموا ببعض الأمور اللي الحلاقة بفواتير أو أموال لإلكم أو حقوق أو سداد أو ترتيب وضع مالي معين ولكن ممكن يكون برضو مزاجكم شوي متقلب عندكوا قل بالصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم فبدكوا تحذروا من ردات الفعل والمشاكل الغير متوقعة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر